موسيقى 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 السلام عليكم برحب بحضرتكم مرة أخرى في هذه التغطية المباشرة على مدار هذا اليوم من قرية الأبعدية مركز ومدينة ضمنهور بمحافظة البحيرة حاليا بكلم حضرتكم من أمام وحدة إطفاء الأبعدية هذه الوحدة لها تاريخ لازم نتحدث عنه في البداية في سنة 62 أو 63 تقريبا كما يروي سكان الأبعدية حصل حريق كبير في هذه البلدة الصغيرة أتى على أشياء كثيرة داخل هذه القرية ومن ثم قامت الدولة في سبعينيات القرن الماضي بإنشاء نقطة إطفاء الأبعدية كانت مجرد نقطة إطفاء فيها عربية إصحاف واحدة طبعا زمان كانت الإمكانيات محدودة إلى حد ما حتى جاءت الألفية في بداية الألفينيات وحصل بعض التطوير الآن زي ما حركوا شايفين من خلف في الصورة لدينا عربيتين موديل هذا العام عربيات خفيفة كما قالت بعض القيادات الأمنية بالمحافظة لشان خاطر تكون سهلة الحركة في الشوارع الضيقة في داخل القرية مش بس بتخدم الأبعدية فقط ولكن طبعا الأبعدية والمناطق المجورة جادر بالذكر أن محافظة البحيرة متعقدة على 95 عربية مطافي من ضمنهم العربية اللي ورانا دي علشان تقدم خدمات الأطفاء بشكل سريع لما تحدثنا مع المسؤولين أكدونا أنه بمجرد مرور مرور مش أكتر من 60 ثانية على التبليغ من خلال الهاتف عن طريق الاتصال بـ 180 أو بشرطة النجدة وبتم التحويل بعد كده فقط 60 دي 60 ثانية يعني دقيقة واحدة بس بتكون العربيات تتحركت وكمان بتكون وصلت لمكان الحريق هذه السيارات مجهزة بوسائل إطفاء مختلفة من مياه بدرة بأشكال مختلفة لديهم القدرة على التعامل مع أي أنواع للحريق السارة بيكون فيها سائق وبيكون فيها أربعة من القائمين على عمليات الإطفاء وطبعا بيكون معهم وتحت قيادة ضابط شرطة نائلة نوعية حصلت في هذه القرية ونائلة نوعية حصلة طبعا على مستوى الجمهورية ده نموذج واحد من ضمن النمازج اللي بتقدمها حياة كريمة طبعا وزارة الداخلية مجهود على مدار الساعة 24 ساعة الناس مش بتنام بيشتغلوا في الصيف بيشتغلوا في الشتاء بيشتغلوا في العياد والمناسبات ما فيش حاجة اسمها أجازة عند وزارة الداخلية وطبعا هذا القطاع الحيوي بالتحديد وهي نقطة الإطفاء لأنه لا قدر الله أي مكان معرض أن يكون يحصل له حريق لأي سبب إن كان ماس كهربائي أو ما إلى ذلك ولكن سرعة التدخل بتساعد بشكل كبير في الحد من الخطورة والسيطرة على الحريق نؤكد أنه فقط في خلال 60 سنية من مجرد ما حضرتك بتكلم 180 أو 122 وبيتم التحويل والتنصيق قيادات الأمنية أكدت أنه لو الموضوع بيستدعي أكتر من عربية وغرفة عمليات بشكل مباشر بتتواصل وبتبعت دعم بشكل سريع لتقديم أفضل خدمة للمواطن المصر يمكن دي كانت بعض المعلومات العامة والسريعة عن وحدة إطفاء الأبعدية زي ما قلنا عربيتين مجهزتين وفي حالة الاحتياج لحاجة ثالثة الناس مش بتتأخر طبعا الحماية المدنية في وزارة الداخلية وبالتحديد في مدينة ضمنهور بيتم التدخل بشكل سريع هذه الوحدة من الألف نيات ما كانتش بتأدي الخدمة بالشكل المطلوب والشكل الجيد ولكن مع دخول حياة كريمة لكل بيت في مصر حياة كريمة هذا المشروع التنوي العظيم اللي ارتقى بحياة أكتر من ستين لسبعين في المئة من الشعب المصري اللي هو أصلا أكتر من مئة وعشر مليون يعني بنتكلم في حوالي سبعين لثمانين مليون بني آدم مصري بستفيد من هذه الخدمة المقدمة من خلال حياة كريمة طبعا حياة كريمة مش فقط وحدة إطفاء بكلم حضراتكم دي وحدة إطفاء وكنا من شوية عند وحدة إسعاف وكأنها منظومة متكملة بتساعد بعضها البعض مجهود كبير بتقوم بي وزارة الداخلية ووزارة الصحة كمان فيه هنا مكتبة في الأبعادية لتنمية الناشئة والاهتمام بالأطفال علشان خاطر الأطفال النهاردة هم طبعا بنات المستقبل وديرسالة الدولة المصرية دايما بتتكلم عنها الاهتمام بالصحة والاهتمام بالتعليم بناء الفكر الوعي والسيد الرئيس دايما بتكلم عن أهمية الوعي عند المواطن المصري لأنه بالوعي تحيا الأمم ما عندناش أي خلاف على أنه في عمليات انفاق مهمة لازم تحصل في البلد دايما سيد الرئيس بتكلم عن احتياجنا لبعض المال لنعيش الأحلام اللي احنا بنحلم بيها ولكن الدولة برغم تحديات الرهنة في الاقتصاد العالمي برغم تدعيات أزمة كورونا المجتمع الدولي كله زي ما حضرتكم تابعين بيعاني من أزمة اقتصادية كمان احنا راجعين من كورونا زي ما قلنا فيه مشاكل فيه سلاسل الإمداد مع كل هذه المشكلات الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم ولكن الدولة المصرية خدت القرار ومشي فيه القرار بتاعها ان احنا هنوصل بالمواطن للحياة الكريمة التي ينشدها السيد الرئيس وتنشدها القيادة السياسية وطبعا بيأمل ان يعيش فيها المواطن المصري واحدة اطفاء علشان تأمن الناس من اي حريق واحدة اطفاء علشان اكتر حاجة الانسان محتاج يحس بيها وهو عايش حياته والحسس بالامان فلما يكون عندك في قرية صغيرة بيعيش فيها 117 الف مواطن تأريبا يزيد قليلا 118 تأريبا وعندي عربيتين اطفاء في المساحة حوالي 5 ال 6 كيلو متر مربع اعتقد انه في اي لحظة ممكن القيادات الامنية تكلمت عن 60 ثانية بمجرد الاختار ومجرد الابلاغ بمجرد ما بتطلب 180 لا انا بشايف انه كمان المضوع اقل من كده انه في خلال ثواني معدودة لا تزيد عن 10 ال 15 ثانية عربيات اسعاف مجاهزة طرق ممهدة وهذا الجانب الكبير في البنية التحتية التي قامت به الدولة المصرية طبعا بيساعد من سرعة وصول سيارة الاسعاف سيارة الاطفاء ومرة تانية أو تالتة أو عشرة هنطالب السادة المواطنين بزيادة الوعي لما تشوف عربية اسعاف لازم تفتح لها الطريق لما تشوف عربية مطافي لازم تفتح لها الطريق لانك ببساطة بتنقذ حياة انسان محتاج لكل لحظة علشان يمر من هذه المحنة اللي هو بيعيش فيها تخطيطنا مستمرة معاكم على مدار اليوم من داخل الأبعدية من شوية كنا في الاسعاف والنهاردة أو حاليا احنا وقفين قدام الحماية المدنية مستمرين طبعا معاكم على مدار الساعة والتغطية مستمرة على شاشة اخصانيوز كل الشاشة